الحمد لله وإذ أنتم أجنةٌ في بُطون أمَّهاتكم فلا تُزكُّوا أنفُسَكم هو أعلمُ بمن اتَّقَى ألا يعلمُ من خلَق وهو اللطيفُ الخبير وعنده مفاتِحُ الغيب لا يعلمُها إلا هو ويعلمُ ما في البرِّ والبحر وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُها ولا حبَّةٍ في ظلُمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مُبين هو الله الذي لا إله إلا هو عالمُ الغيب والشهادة هو الرحمنُ الرحيم وأُصلِّي وأُسلِّم وأُبارِك على النبي الكريم المبعوث رحمةً للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سُنَّته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وليُّ الصالحين فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُّه وخليلُه أرسله رحمةً للعالمين فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصحَ الأمة وكشَفَ الله به الغُمَّة فشزاه الله عنا وعن أمَّته خيرَ ما جازَى نبيًّا عن أمَّته ثم أما بعد معاشر المؤمنين في زمنٍ تنزَّلَت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه آياتٌ تأمرُه بقيام الليل فقام وقام أصحابُه حتى تفطَّرت قدماه من قيام الليل وتفطَّرت أقدام أصحابِه يا أيها المُدَّثِّر يا أيها المُزَّمِّل قُم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقُص منه قليلا أو زِد عليه ورَتِّل القرآن ترتيلا فقاموا نصف الليل ونقصوا قليلا وزادوا قليلا ورتَّلوا القرآن ترتيلا في زمنٍ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه آياتُ الإنفاق في سبيل الله فأنفق وأنفق أصحابُه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانيَّة فلهم أجرُهم عند ربِّهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون أنفقوا المال حتى وهم بحاجةٍ إليه أنفقوا الطعام حتى وهم يحبُّونه ويُؤذِرون على أنفُسهم ولو كان بهم خصاصة ويُطعمون الطعام على حُبِّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا إنما نُطعمُكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا إنا نخافُ من ربِّنا يوماً عبوسًا قمطريرًا فوقاهم الله شرَّ ذلك اليوم في زمنٍ قلَّ فيه الطعام حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من الجوع ومع ذلك ينفقون ويُطعمون ويفعلون ما به لربِّهم يتقرَّبون في زمنٍ اشتدَّ الحرُّ فيه حتى إن الذي يخرُج من بيتِه يشعُر كأن الشمس تحرِقُه حرقًا وجاءَ الأمر أن يخرُجوا من بيوتهم طاعةً لله ولرسولِه وجهادًا في سبيل الله فخرجوا وما توانَوا وما تأخرُوا ولم يقولوا كما قال أولئك المُنافِقون لا تنفِرُوا في الحر فقال الله قل نارُ جهنَّم أشدُّ حرَّا بل نفرُوا في الحرِّ ونفرُوا في القرِّ ولسانُ حالهم يقول كما قال موسى وعجِلتُ إليك ربي لترضَى في زمنٍّ توالَت فيه الأوامر وخالفَت بعضُ تلك الأوامر هوى النُفوس الخمر التي كانت سرُّ حديثهم التي كانت عشقهم التي كانت بالنسبة لهم كالقهوة بالنسبة لنا وإذا بالأوامر تتنزَّلُ في شأن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبير ومنافعُ للناس وإثمُهما أكبر من نفعِهما يضعُ القرآنُ الميزانة لأجلِ أن توزنَ الأعمال لأجلِ أن توزنَ الأقوال لأجلِ أن توزنَ الأمور بميزان الشرع إثمُهما أكبر من نفعِهما أو نفعُهما أكبر من إثمِهما أو أنهما قد تساوَوا الرحمن علَّمَ القرآن خلَقَ الإنسان علَّمَهُ البيان الشمسُ والقمرُ بحُسبان والنجمُ والشجرُ يسجُدان والسماءَ رفعَها ووضعَ الميزان وقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميزان تعرضُ عليه أعمالُ الصحابة يسألون تعرضُ عليه أقوالُهم يسألون تعرضُ عليه أحوالُهم يسألون يسألونك عن اليتامة قل إصلاحٌ لهم خير يسألونك ماذا ينفِقون قل ما أنفقتُم من خيرٍ فللوالدين والأقربين يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيِّبات سؤالٌ على النبي وجوابٌ من الله وتمضي سنوات النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم تعرضُ عليه الأسئلة ويأتي الجواب حتى كثُرت الأسئلة فاستثقَل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وخاف أن يُسأل عن أمرٍ لم يُحرَّم فيُحرَّم بسبب السؤال أو عن أمرٍ لم يكن مفروضًا فيُفرَض بسبب السؤال فَنَزَلَ النَّهْيُّ عَنِ السُّؤَالِ فَنَزَلَ النَّهْيُّ عَنِ السُّؤَالِ لم يُحرَّم فَحُرِّم بسبب السائل وكان الصحابة يخافون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويترقبون الأفود القادمة إلى المدينة من غير أهلها من الأعراب فإذا دخل الأعرابيُّ المدينة تباشر أهل المدينة بمقدمه هذا أعرابيٌ نعطيه الأسئلة يُقدِّمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الأعرابيُّ يدخل فيُحمَّل بالأسئلة فيسأل وكأنه فقيه والأسئلةُ أسئلةُ الصحابة رضي الله عنهم والنبيُّ يعلم ذلك لكنه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ذلك السؤال الذي جمع بين طرفين طرفٌ من أهل المدينة من الأنصار وطرفٌ من أهل مكة من المهاجرين والسؤالُ واحد حنظلتُ رضي الله عنه يلتقي بأبي بكر فيقول يا أبا بكر نافق حنظل فيقول أبو بكر وماذاك يا حنظل قال أكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحدِّثُنا عن الجنة والنار وكأنه ما رايعين فإذا خرجنا إلى أهلنا وعافسنا الأزواج والأولاد نسينا كثيرًا فأين الإيمان الذي كان عندنا ونحن بين يدي رسول الله لماذا لا نجد ذلك الإيمان ونحن في بيوتنا لماذا لا نجد ذلك الإيمان ونحن في أسواقنا وشوارعنا فقال الصديق رضي الله عنه نعم وأنا مثلك أشعر بما تشعر به إذا لعل أبا بكرٍ أيضًا نافق إذا كان النفاق هو نقص الإيمان أو عدم الشعور به عند الخروج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصديق تعالى بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر جلل ولا ينتظر مجيء العربي مسألة إيمانٍ أو نفاق فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فتكلم حنظلة قال يا رسول الله ما فق حنظلة قال وماذاك قال نكون عندك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار وكأنهما رأي عين فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والذرية نسينا كثيرًا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونظر إلى أب بكر وكأن أبا بكر يشكو مما يشكو منه حنظلة إلا أنه يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفى بسؤال حنظلة فأقر حنظلة على ما قال على ما قال قره صاحبه أبو بكر فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة والله لو دمتما يعني أنت وأبو بكر لو دمتما على ما أنتما عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات أي لأصبحتم ملائكة تمشي على وجه الأرض ولكن يا حنظلة ساعة وساعة نعم يا حنظلة ساعة وأنت في المسجد تقرأ القرآن وساعة أخرى وأنت في بيتك مع زوجك وأولادك في حرثك في عملك هذه الساعة الأخرى يا أبا بكر ساعة وأنت في المسجد ومع رسول الله وتقرأ القرآن صلى الله على النبي ثم ساعة أخرى في شأنك في حياتك مع زوجك مع زورك مع أهلك إلا أن بعض المفسدين في الأرض والمتفيهقين لم يفهموا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة وقالوا ساعة لله ساعة لله وساعة للملاهي ساعة للترفيه ساعة للعبادة والعبادة تعادل الترفيه كلا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من وقته نصفه للترفيه ولا ذلُّثَه ولا رُبُعَه ولا خُمُسَه ولا سُدُسَه ولا تُسُعَه ولا عُشُرَه لو نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم القُدوَة العُظْمَى وحياة صحابته الكرام ونظرنا إلى نقاط الترفيه في حياتهم لوجدناها معدودةً على الأصابع وفي الخُطبة الثانية نقف مع نبينا ومع صحابته الكرام في أوقات الترفيه وكيفية الترفيه وبما كانوا يُرفِّهون عن أنفسهم وماذا فهموا من قول النبي ساعةٌ وساعة فاستغفروا الله يغفر لكم وتوبوا إليه يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمُتَّقين ولا عُدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد معاشر المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى خلق أربعة دور وجعل البشرية تنتقل فيها من دار إلى دار ولا بد من عُبورها كلها الدار الأولى بطن الأمي ولا أمر ولا نهي ولا تكليف فيه فهو بمنزلة الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضموا فيها ولا تضحى فإذا كنا معشر بني آدم لم ندخل مع آدم وحوى الجنة حينما قال الله له مسكن أنت وزوجك الجنة فإن الله قد أبدلنا بالرحم فترةً مؤقتةً قبل الهبوط إلى هذه الدنيا كما كانت الجنة رحمًا لآدم وحوى أما الدار الثانية فهي هذه الدنيا دار النكد دار التعب دار الكبد دار البلاء لك أن تجوع ولك أن تعرى ولك أن تغضب ولك 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 أن تظلم ولك أن تضطهد ويقع كل شيء عليك وعلى غيرك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أين مستهم؟ في أرحام أمهاتهم كلا في الدنيا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول إذن الرسول مسته البأساء الرسول مسته الضراء الرسول شاهد الزلزلة نعم حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله والذين آمنوا معه المهاجرون والأنصار متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ في هذه الدار انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام قسمٌ ظالمٌ لنفسه علم حقيقة الدنيا فانشغل بها إنما الدنيا لعبٌ إنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ في الأموال والأولاد هذه حقيقة الدنيا فمن انشغل بهذه الست ونسي الآخرة كان من أصحاب إيثار الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا كلا بل تُحبُّون العاجلة هذه العاجلة أما الآخرة في خيرٌ وأبقى من علم أنه ميت ومسؤولٌ في قبره من ربُّك وما دينُك وماذا تقول في هذا الرجل ومسؤولٌ بعد الخُروج من قبرِه عن عُمُرِه فيما أفناه وعن شبابِه فيما أبلاه وعن مالِه من أين اكتسَبَه وفيما أنفقَه وعن علمِه ماذا عمِلَ به من استحضرَ الآخرة قلَّ وقتُ الترفيه عنده قلَّ وقتُ اللعِب عنده ومن غَفِلَ عن الآخرة شَغَلَتْهُ الدُّنْيَا بِلَعِبِهَا وَلَهُوِهَا وَزِينَتِهَا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغْرُورُ وأيُّما أُمَّةٍ نظرت إلى الآخرة استحوذَت على الدنيا بحذافيرها وأتتها الدنيا وهي راغمة من كانت الدنيا أكبرَ همِّه فرَّقَ الله عليه أمرَه وشتَتَ شَمْلَه وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَيَسَّرَ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وهي راغمة هكذا حكم أولئك الذين زهدوا في الدنيا الدنيا فكانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم لحظة أما من آثرها فإنها تتحكم في قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه لعب وله وغير ذلك وكان أمره فرطا بعدما قال واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أيها المؤمنون أما الدار الثالثة بعد الدنيا فالبرزخ لا لعب فيه ولا له ولا حتى عباده إذا مات ابن آدم انقاطع من الدنيا والدار الآخرة الدار الرابعة إما جنة عرض والزماوات والأرض دار الترفيه دار اللعب بمعنى الكلمة لا عبادة فيها لا صلاة لا صيام لا زكاه لا حج إنما أذن لهم بالذكر لأن الذكر في الدنيا كان طمانينة لقلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب في الدنيا وتطمئن القلوب في الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أيها المؤمنون الناس ليسوا سوا والإسلام دين العدل وإذا أردت أن تحمل الناس على أن يكونوا جميعا سابقون بالخيرات فهذا من المحال وإذا أردت أن تحكم عليهم جميعا بأنهم ظالمون لأنفسهم فهذا من المحال وإذا أردت أن تحكم أن جميع الناس مقتصد فإن ذلك من المحال لأن الله قسمهم إلى الأقسام الثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات لذلك ينبغي للسابقين بالخيرات وأهل العلم أن يوسعوا صدورهم في الدنيا إذ ليس كل من في الدنيا على شاكلتهم وليس كل من في الدنيا في منزلتهم وينبغي أيضا لأولئك الظالمين لأنفسهم أن يوسعوا صدورهم إذا غضب المؤمنون من انتهاك حرمات الله اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم إنا نعوذ بك أن نردى بعد أن هدان الله كالذي تتخبطه الشيطان الشياطين حيران اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية ومن الحور بعد الكور ومن الضعف بعد القوة ومن الذلة بعد العزة ومن الهوان بعد الكرامة ومن المعصية بعد الطاعة اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك اللهم احفظ على أهلها أمنهم وأمانهم وعقيدتهم وأخلاقهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستودعوك إيماننا وأمننا وعقيدتنا وأخلاقنا وأولاة أمورنا وعلماءنا ودعاتنا اللهم احفظنا أجمعين بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك اللهم واكلأه برعايتك وعنايتك اللهم وهيله البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده اللهم انصر بهم جميعا دينك واعلي بهم كلمتك واجعلهم رحمةً ليوليائك نقمةً على أعدائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ أمة محمد وأكرم أمة محمد وهيي لأمة محمد أمراً رشداً يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك اللهم غيثاً مغيثاً طبقاً غدقاً تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها أغذ قلوبنا بسكينتك ومجالسنا برحمتك وديارنا وديار المسلمين بالغيث الهتان المبارك من عندك يا ذا الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قموا لصلاتكم غفر الله لي ولكم